تدهور كبير في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني ينعكس على انهيار القدرة الشرائية بحيث باتت نفقات الأسرة اللبنانية المخصصة من أجل الطعام فقط تعادل قيمتها خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد ملامح أزمة اقتصادية قاسية تعصف بالشعب اللبناني منذ أكثر من سنة ونصف السنة أزمة لا تتجلى فقط في انهيار اقتصادي انزلقت معه شرائح كاملة من المجتمع إلى ما دون خط الفقر وإنما تتجلى كذلك في فشل النخبة السياسية لشهور طويلة عن تشكيل حكومة ترسم طريقا لوقف الانهيار المستمر على جميع الأصعيدة في الدولة اللبنانية مرصد الأزمة التابع للجامعة الأمريكية في بيروت أجرى دراسة كشفت عن عمق الهوة التي يندفع إليها لبنان بفعل الأزمة فأسعار السلع الأساسية كالخضروات والحبوب والألبان واللحوم في تصاعد مستمر يشير إلى تضخم مفرط من جراء انهيار قيمة الليرة أمام الدولار وانخفاض مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في خزينة الدولة وكذلك احتجاز أموال المودعين في البنوك وفرض قيود مشددة على السحب منها ما يعني بحسب الدراسة أن لبنان قد يتحول إلى فنزويلا قريبا غير أن للأزمة أبعادا لم تتطرق إليها دراسة مرصد الأزمة أبعاد عبر عنها اللبنانيون حين خرجوا إلى الشارع مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية التي فشلت في تحقيق طموحات الشعب بينما نجحت فقط في تكديس الأموال في خزائن السياسيين والسلاح في مستودعات ميليشياتهم وقامرت بمستقبل لبنان وحولته إلى ساحة صراع إقليمي بين قوى لا ترى إلا مصالحها ومخططاتها التي بالطبع لن يكون من بينها مخطط يحقق لللبنانيين أحلامهم بوطن مستقل ينعم أبناؤه بالحرية ويحقق لهم العدالة والتنمية والرفاهية ترجمة نانسي قنقر